حياكم الله سلام على صاحب النحر الدامي والصدر الضامي والحرم المسلوب لا زال حديثي في النقاط اللامعة المضيعة مر الكلام قبل فاصلي الأذان والصلاة في النقطة الأولى حدثتكم عن وجود منطقين المنطق الترابي المظلم والمنطق النوري المشرق ثم حدثتكم في النقطة الثانية عن أن بأيدينا معطيات حقيقية عن عاشراء لكننا لا نمتلك الصورة الكاملة من خلال المعطيات الحقيقية التي بين أيدينا ندرك ما ندرك من حقيقة عاشراء بحسبنا النقطة الثالثة والتي ما أتممت الكلام فيها هناك نوعان من الخدمة الحسينية الخدمة الحسينية المهدوية الخدمة الحسينية اللامهدوية وفي الحقيقة ما هي بخدمة حسينية لكن الشيعة يطلقون عليها هذا العنوان الخدمة الحسينية المهدوية هي خدمة إمامنا الصادق حينما يتحدث عن صاحب الأمر الحجة بن الحسن فيقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي كما بينت لكم قبل الفاصل من أنه ليس هناك من مساحة في الخدمة الحسينية تكون منفصلة عن الخدمة المهدوية وليس هناك من مساحة في الخدمة المهدوية تكون متجردة منفصلة عن الخدمة الحسينية الخدمة الحسينية هي هي الخدمة المهدوية والخدمة المهدوية هي هي الخدمة الحسينية عاشراء هي المحرك الأساسي والأصلي للمشروع المهدوي الأعظم من هنا فإن إمامنا الصادق جعل كل أيامه خدمة لقائم آل محمد مثل ما بيّن لنا هذه الحقيقة في الحديث الشريف الذي قرأته عليكم قبل قليل فخدمته المهدوية خدمة حسينية وخدمته الحسينية خدمة مهدوية وهذا هو الذي يريده مننا إمام زماننا أما أن تكون الخدمة معنونة بالخدمة الحسينية بعيدة عن معرفة إمام زماننا وبعيدة عن العمل من خلال هذه الخدمة في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم فتلك ما هي بخدمة حسينية هذه خدمة حسينية بترا مثلما هناك الصلاة على النبي الصلاة البترا هذه خدمة بترا أنا أقول للشيعة الذين يقدمون الأموال ويصرفون الأوقات ويعملون ليل نهار في أجواء المواكب والحسينيات هذه خدمة بترا إن لم تكن خدمة مهدوية وفقاً وفقاً لموازين منطق الغديرين وإلا فخدمتكم ما هي بخدمة صالحة إنها خدمة باطلة أنا لا أقول من أنكم لا تنالون أجراً عليها لكنها ليست خدمة تأتي في سياق التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم نحن هكذا نقرأ في أوصاف أنصار القائم صلوات الله عليه أقرأ عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان بداية الحديث صفحة 307 رقم الحديث 82 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه الإمام يخبرنا عن أوصاف أنصار القائم فيقول صلوات الله عليه هم أطوع له من الأمة لسيدها لأن الأمة في الأعم الأغلب تحب سيدها بينما العبد في الأعم الأغلب بحسب العرف أتحدث عن منطق الأعراف العبد في الأعم الأغلب لا يحب سيده ومن هنا جاء المثال ناظرا إلى هذه الجهة هم أطوع له من الأمة لسيدها طاعة مع الحب كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل وهم من خشية الله مشفقون يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين الشعار رمز والرمز يكون موجزا مختصرا لكنه يتحدث عن معنى عميق يا لثارات الحسين هذا العنوان عنوان رابط فيما بين عاشراء وبين يوم الخلاص يا لثارات الحسين هذا العنوان يمثل الزبدة في العقيدة والفكر التي ترابط فيما بين عاشراء ويوم الخلاص هذا عنوان يلخص لنا الرابطة بين الحسين والقائم صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين هذه أوصاف أنصار القائم كأن قلوبهم القناديل هذه القلوب القناديل لم تكن قناديل إلا بالمعرفة وإلا بالعقيدة السليمة هذا هو الإيمان الذي كان في قلوبهم زمان الغيبة وزمان التمهيد ها هو يشرق زمن الظهور وهذا شعارهم ينطق بالحق يا لثارات الحسين هذا الشعار وهذا الرمز وهذا العنوان يحدثنا عن جذوة الحماس في قلوبهم في فناء الحسين صلوات الله وسلامه عليه تلك الجذوة ما لم تكن مستندة إلى معرفة واضحة من زار الحسين عارفا بحقه من خدم الحسين عارفا بحقه ومن جاء يطلب بثار الحسين عارفا بحقه تلك هي القلوب القناديل هكذا يصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل هؤلاء هم الذين يتبرؤون من السقيفتين ويتبرؤون من منطق الظلام والضلال من المنطق السقيفي المنطق السقيفي للسقيفتين لسقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوسي هذا المنطق الترابي المظلم هو الذي حبس المشروع الحسينية في زنزانة السياسة وهو الذي وضع للحسين قالبا من قوالب الضلال والتفاهة والسفاهة فجعله لم يكن عارفا بما ستأول إليه الأمور وإنما جاء إلى العراق وهو يعلم علما إجماليا من أنه سيقتل لكن في أي مكان في أي زمان هذا كلام مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى اليوم كتبهم أتحدث عن كبار مراجع الشيعة كتبهم مشحونة بهذا الهراء وبهذا الضلال هذا هو المنطق الترابي منطق السقيفتين منطق الضلال البتري هؤلاء الذين قلوبهم قناديل إنما تنورت قلوبهم وصارت قناديل لأنهم يتمسكون بالمنطق النوري بالمنطق الغديري بالمنطق العلوي أنتم يا خدام الحسيني ما الذي عندكم من هذه الثقافة وما الذي تحاولون أن تحققوه أو أن تحصلوا عليه وفي أي طريق أنتم سائرون هل تتوقعون أن القضية تنتهي عند الدموع أو عند لدم الصدور أو لطم الوجوه هذه أمور مطلوبة أنا لا أريد أن أتحدث عنها لكنها تقع في الحاشية هذه في حاشية الموضوع متن الموضوع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه متن الموضوع الواقع العقائدي الشيعي علينا علينا أن نغير واقعنا العقائدية الشيعي قبل أن نفكر بتغيير الواقع السياسي تغيير الواقع السياسي أمر مهم الموضوع ولكن ولكن إذا توفرت الأسباب والظروف لأن ندخل في صراع فيما بين اللصوص صراع اللصوص لا شأن لنا به علينا أن نغير الواقع العقائدي الشيعي إذا تغير الواقع العقائدي الشيعي فإن الواقع الاجتماعي سيتغير وإن الواقع السياسي سيتغير تبعا لذلك لا شأن لي بهذا الموضوع أعود إلى لباب ما أريد أن أحدثكم عنه إنه المشروع المهدوي الأعظم وما يجب علينا من التمهيد لهذا المشروع خطابي أوجهه للذين يتذوقون هذا الخطاب لا أوجه خطابي للجميع هذه البرامج وجهة إلى مذاق معين يتذوق ثقافة العترة الطاهرة وفقا لمنطق الغديرين بعيدا عن قذارات مراجع النجف وكربلاء الذين يتذوقون قذارات مراجع النجف وكربلاء لن يستطعموا ما يقدم عبر هذه الشاشة ولن يدرك نظافته ولن يتلمس ويتحسس عطره وطيبه حقائق حقائق ثقافة العترة الطاهرة تحتاج إلى توفيق أن يوفق الإنسان لإدراكها وأن يوفق الإنسان للتواصل معها وإلا فهو غاطس في قذارات العيون الكدرة لمراجع النجف وكربلاء من الأموات والأحياء المعاصرين ومن القادمين أيضا لأنهم على نفس هذا الهراء وفي نفس هذا الضلال صار واضحا لدينا هناك منطق ترابي ومنطق نوري وهناك معطيات حقيقية لكننا نرسم الصورة الكاملة بحسبنا فنحن لا نمتلك الصورة الكاملة وهناك خدمة حسينية مهدوية وهناك خدمة حسينية لا مهدوية إذا ما تحركنا ضمن هذه الضوابط وإذا ما صارت ثقافتنا ضمن هذه القواعد فإننا سندرك حقيقة واضحة في آيات الكتاب المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم وزياراتهم وأدعيتهم التي نفهمها بحسب قواعد تفهيمهم حقيقة واضحة عاشراء سر فيما بين الله والحسين فماذا سنعرف من هذا السر سنعرف الذي يتجلى لنا منها أما حقيقة السر في أغواره فذلك شأن فيما بين الله والحسين ومن هنا تأتي زيارة عاشراء وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان تأتي واضحة كي تشير إلى هذا السر السلام عليك يا ثار الله الثار هو الدم السلام عليك يا ثار الله السلام عليك يا دم الله ودم الإنسان عنوان لأسرار تفاصيل جسمه إنه ماء الحياة في أنسجة الجسم وأجهزته وأعضائه دم الإنسان هو سره الجسمان فكل أمراض بدنه تظهر آثارها في دمه فدم الإنسان هو سره البدن هو سره الجسم والعنوان هنا ما هو بالعنوان المادي الحسين ثار الله ولا حتى بالعنوان المعنوي هذا العنوان يتجاوز المادة والمعنى فالمادة والمعنى من خصائص عالم التراب العنوان هنا عنوان حقائقي ولكن ليس من سنخ الحقائق التي ترتبط بنا هذه حقائق ما بين الله والحسين وكل هذا كل هذا إشارات وكل الإشارات هذه تخبرنا عن عشوراء سر في عمقها ما بين الله والحسين وما تجلى لنا من عشوراء هذه عبارة عن شفرة سرية يصعب علينا أن نفكك رموزها بل يكون الأمر مستحيلا إذا أردنا أن نفكك رموزها بعيدا عن قواعد المنطق النوري الخلاصة التي بأيدينا عشوراء سر في عمقها ما بين الله والحسين أما الذي في أيدينا فعاشراء شفرة سرية يستحيل علينا أن نفكك رموزها من دون المنطق النوري ومن هنا نحن بحاجة أن نغادر المنطق الترابية وأن نتمسك بالمنطق النوري إذا أردنا أن نعرف شيئا بحدودنا من الغاز عشوراء ومن أسرار عشوراء وهذا هو عنوان هذه الحلقات ويسألون عن الطفوف وأسرارها هذا يقودنا إلى حقيقة واضحة أشارت إليها زيارة عاشوراء فأسأل الله الذي أكرمني هذا هو التوفيق فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ما هو الميزان الذي نعرف به الأولياء بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذ من خذله الذين نقضوا بيعث الغدير ما هم من الأولياء ما هم من أولياء العترة الذين نقضوها في سقيفة بني ساعدة أو الذين نقضوها في سقيفة بني طوسي كل بحسبه فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم هذا هو التوفيق التوفيق هو هذا أكرمني بمعرفتكم آل محمد ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم هذا التوفيق هو الذي يجعلنا نقدم خدمة حسينية مهدوية قطعا تستند إلى معرفة أصيلة سيتضح المعنى في الحلقات القادمة من أن عاشراء ما هي بحدث أرضي ترابي مظلم ما جرى في أرض الطفوف صورة مظهر هذا المظهر يخفي وراءه الكثير من الحقائق نزر يسير منها يتجلى لنا إذا ما تعاملنا مع المنطق النوري ورجعنا إلى حديثهم وتمسكنا بكلامهم صلوات الله عليهم وهذا ما سأفعله في قادم الحلقات في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى مثل ما قلت لكم في أول الحلقة هناك نقاط لامعة مضيئة لابد أن أضعها بين أيديكم كي تشكل مفردات نستعين بها في الحلقات القادمة لفهم المطالب التي ستطرح عشراء حدث يرتبط بالملأ الأعلى له صورة في الملأ الأسفل لكنه يرتكز بكل جذوره في مركز الغيب عشراء حقيقة عميقة جدا نتلمس منها ما نتلمس بحدود إدراكنا حينما نقرأ في هذه الرواية على سبيل المثال أقرأ عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه وهذه طبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران هذا هو الباب الثامن والثمانون الرواية الرابعة في شأن كربلة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما بأربعة وعشرين ألف عام وأنه وأنه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض زلزلها في بدايات التغير 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 الكوني استعدادا ليوم القيامة ليوم القيامة الكبرى وأنه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيّرها رفعت رفعت كربلاء كما هي بتربتها نورانية صافية فجُعلت في أفضل روضة من رياض الجنة وأفضل مسكن في الجنة لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون وإنها لتزهر بين رياض الجنة كما يزهر الكوكب الدري بين الكواكب لأهل الأرض يغشي نورها أبصار أهل الجنة جميعا وهي تنادي أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة قطعا الكلام بحسب المتلقي والمضامين أحمق مما جاء في هذه التراكيب اللفظية لكن الرواية تشرح لنا بشكل واضح من أن أرض كربلاء تختلف عن سائر بقاع الأرض ولذلك ترفع إلى الجنة لوحدها لماذا؟ لأنها ارتبطت بحدث ما هو بحدث ترابي هذا الحدث حول حول التراب إلى كيان نوري أعتقد أن الإشارة صارت واضحة لديكم في هذه الرواية أرض كربلاء جزء من الأرض كلها لماذا رفعت إلى الجنة ولماذا وضعت في أفضل موضع في الجنة ما هو هذا المعنى الذي نقرأه في زيارات الحسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر يا أبا عبد الله من طهر طاهر مطهر طهرت يا حسين طهارة ذاتية طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك فعاشراء حدث سماوي حدث علوي ما هو بحدث ترابي هذه الحقيقة ستتجلى لنا شيئا فشيئا من خلال ما يأتي من بيانات في الحلقات القادمة نذهب إلى فاصل